اشتركوا في القناة بيحكوا اليوم عن دولتين او بلدين افريقيات ليبيا والسودان خلينا نشوف شو حاكين بالنص ليبيا ليبيا is a large country in north africa with a long coastline on the mediterranean sea most of the population live in and around the capital Tripoli and the second city Benghazi the rest of the country is mostly desert and mountain it can be quite cold in the mountain areas in winter but in general the climate is hot and dry in the spring and autumn there ghibli a hot dry wind that carries sand blows then the temperature can rise very fast the highest temperature in the world 58 degrees centigrade was recorded in libya in 1972 ترجم لكم طلاب الكلمات الصعبة large country يعني بلد بلد كبير coastline اللي هو الساحل mediterranean sea اللي هو البحر المتوسط population اللي هو السكان capital العاصمة trippoli شو يعني trippoli طلاب اللي هي نفسها tripplos mostly desert المعظم يعني صحراء mountain جبال climate اللي هو المناخ قبلية هو اسم الرياح الرياح القبلية blows التهب او تعصف temperature قلنا temperature اللي هو الحرارة highest temperature يعني اعلى معدلات الحرارة centigrade اللي هي مئوية recorded سجلت قليلاة in the narrow fertile northern area agriculture is important and a lot of food is produced many people farm sheep goats and cattle however libya's main product is oil it also has natural gas إذن الأجريكالتشر اللي هي الزراعة منتج يعني أو التي تنتج شيب اللي هي الخراف الماعز كتل اللي هي الماشية مين بروتاكت يعني المنتج الرئيسي طبعا هو النفض ماجنفيسنت رائع انسنت اللي هو قديم ليس طبعا الأماكن اللي هي شو اسمها اسمها لبتس ماغنا إذن لبتس ماغنا من 2600 سنة إذن بناء قديم من 2600 سنة نجي على البلد الثانية البلد الأفريقية الثانية اللي هي السودان سودان هذه المنطقة هي المنطقة المنطقة The main crops and exports are cotton and sugar. Sudan has one of the world's largest sugar refineries. Sudan is the world's main producer of gum arabic. إذن نترجم الكلمات الرئيسية يعني الثالث أكبر بلد في أفريقا يعني مناطق عشبية أو أراضي عشبية واسعة يعني الجبال العالية أو المتفعات القمم العالية ريفارس الأنهار بلو نايل اللي هو النيل الأزرق والوايت نايل هو النيل الأبيض ريفاين الرئيسي اللي هي نفسها مصانع التكرير أو معامل التكرير من البرديوسة يعني هي المنتج الرئيسي طبعا طبعا القم عربي اللي هو الصمغ العربي أنيمال فارمينج اللي هي تربية الحيوانات في تمرين طلاب تمرين أي كثير 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 مهم ركزوا لي على هذا التمرين يعني أي بلد من بين البلدين هذول أكبر بالمساحة طبعا طبعا اللي هي ليبيا إذن تكتبوا هون ليبيا أي واحدة منهم له هذول البلدين فيها عدد سكان أقل طبعا ليبيا لأنه عدد سكان السودان أكبر من عدد سكان ليبيا يعني شو الشي اللي بيشتركوا بيناتهم اللي هم الليبيا والسودان طبعا أكيد بتكلموا اتنيناتهم بتكلموا العربي إذن إذن الحل الثالث برد بن عيد من أول مين أيد بلده الأكبر سودان ولا ليبيا طبعا ليبيا من ناحية المساحة إذن الحل الأول تكتبوا هون ليبيا ليبيا الحرف الأول كابتالتها تكتبوا الإل بالكابتال لتر ليبيا أي بلد فيه أقل عدد سكان طبعا ليبيا كمان نفس الشي بتكتبوا لي هون ليبيا بالكابتال لتر ال what do they have in common شو بيشتركوا هدو البلدين اللي هن they both speak Arabic إذن they both speak Arabic اتكملوا لي هون إذن نانتهم بيحكوا باللغة العربية التمرين الثاني بالأكسيفيتي بوك اللي هو بي كثير كمان ضلاب كثير هام صح وخطأ طبعا إذن true يعني صح false يعني خطأ بتحطوا على المعلومات تاي إذا صحيحة بتحطوا وإذا خطأ أو غلط بتحطوا كثير هام ما A والB كثير هاما طلاب والنص اللي أخذنا كثير 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 هام ركزوا عليها طلاب كثير إذن في الغالب أو في المعظم ليبيا هي صحراء طبعا true هي صحيح إذن أول واحد اللي هي true It is always very hot there هي دائما حارة هنالك طبعا false إذن الثاني هي false تمام There is no agriculture لا يوجد هناك زراعة في ليبيا طبعا false لأنه موجودة زراعة It produces oil تنتج النفط طبعا كل العالم بيعرف أنه ليبيا تنتج النفط true Leptis Magna is a modern city يعني Leptis Magna هي بلد حديثة أو مدينة حديثة طبعا هي innocent هي قديمة طبعا false إذن false تمام طلاب من رد نعيد ليبيا is mostly desert إلي هي true صح It is always very hot there false There is no agriculture لا يوجد زراعة false غلط لأنه في زراعة It produces oil تنتج النفط صح true Leptis Magna is a modern city اللي هي Leptis Magna هي مدينة حديثة طبعا مو صحيح هي مدينة قديمة طبعا أثرية طبعا الآن منيجي على السودان السودان has a coastline on the Mediterranean طبعا طبعا سودان has a coastline لديها ساحل على ميديترانيان يلي على البحر المتوسط طبعا خطأ هديك ليبيا اللي ساحلها على البحر المتوسط The capital is khartoum يعني العاصمة تابعها هي الخرطوم صحيح عاصمة السودان هي شو هي الخرطوم عفوا It gets most of its water from the blue nail يعني معظم أو أهم الماءها بيجيبوا من البلو نايل اللي هي شو النيل الأزرق طبعا غلط يعني فقط من البلو نايل الغلط طبعا إنها تنتج القطن والسكر والصمغ العربي طبعا صح اللي هي سودان إذن طلاب سودان سودان has a cost line on the middle of the terrain طبعا غلط false The capital is khartoum true It gets most of its water from the blue nail false It produces cotton sugar and gum Arabic true طبعا طلاب مثل ما خبرت تكون البيه كثير 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 هام تركزولي عليه A والبيه وتركزولي عن نص نص ليبيا ونص السودان كثير هامين هوم بتكون الجلسة اليوم خلصت إن شاء الله لقاءنا مع جلسة جديدة بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم لا أعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر